محسن غانم علقة في البئر حسنا هناك صبيون في البئر المجاور لطريق الوادي بسرعة يا سامي ربما ينقصه الطعام لن نستخدم السلمة للنزول إلى البئر لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستغرق وقتا إذن عليك الإنزلاق لأسفل البئر يا سامي حظا طيبا خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك آه شكرا يا أمي مكاد نصل يا أماني إنه سامي ولقد جاء أخرج يا سامي قل إنك ستفعل بالطبع سأفعل يا ليلى حسنا يا أماني أربط الحبلة إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن حسنا يا محسن اهدأ سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك حسنا يا سامي كن حذرا سامي أليس شجاعا يا قد أوقعت كل نقودي لا تبالي بذلك يا محسن محسن ما الذي أنزلك إلى البئر آسف يا أمي لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة زلج سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استخدامها للشراء واحد أوه أنت عديم الصبر يا محسن غانم أعلم آسف كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة زلجي ولهذا اشتريت لك هذا شكرا يا تامير ولكن محسن هناك شرط واحد اللعب ممنوع وخصوصا التزلج داخل متجار أمك لن أفعل أعدك يمكنك فعل ذلك يا أيمن هيا تشجع أنا أتعلق وأمثر إلى الأرض سأهبط بالطول وبالأرض اهي أهبيرا أحسنت صنعا يا أيمن بقي شخص واحد عليه الانزلاق كلب ينزلق هذا لا يصدق ليس شمشوم وإنما أن أنا في الأعلى لقد قلت أن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري حسنا سامي لا عليك دليل سأحرص على أن تكوني بأمان اهبتعدي أمسكت بكي أحسنت أيمن يوجد رسالة يا من هاول فارس ومحسن علقان في أعلى شجرة سنجعل فهد ينزلك بسرعة يا أيمن أماني تولي إدارة قسم الإطفاء أود أن أعيد طائرة فارس إليه شخصيا لا أستطيع التمسك أكثر من هذا يجب أن تفعل ذلك انظر رائع تمسك يا محسن هل سننقذهما كما أنقذنا دلي سامي؟ ليس هذه المرة يا أيمن يجب أن ننقذ محسن بسرعة ثم فارس أنت أحضر الترامبولين وأنا سأحضر السلم لا مشكلة سامي بسرعة لا أستطيع التمسك مدة أطول من هذا أفلت الغصنة يا محسن سنمسك بك رائع هذا ممتع ابقى هادئا يا فارس سأنزلك بأقصى سرعة شكرا سامي أعتقد أن هذه لك صحيح؟ نعم بما أنك استخدمتها بشكل جيد هذه المرة فلن أقول شيئا بشأنها شكرا لك يا رئيس قسم الإطفاء شجاعة منك أن تجعلها تطير حتى مدينة الأحلام رغم أنك تعلم أن هذا قد يوقعك في المشاكل وكنت طيارا بارعا تكاد تكون ببراعتي عندما أخفت رئيس قسم الإطفاء سليم كان علي أن أعلم كنت أعلم فارس كيف يجعلها تطير فقط لا غير صحيح حسنا بقي أمر واحد أعطني جهاز التحكم عن بعد شكرا يا محسن سيصادر طائرتي بسببك أرأيت؟ لا يا فارس حان الوقت لأريكما كيف تجعلاني هذه الطائرة تطير حقا وبسرعة نعم بدأت أتذكر الطريقة هيا طيري طيري يا طائرتي طيري ماذا؟ انظر هناك نعم أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة إنها حالة طارية حريق مشتعل في كل مكان لكن أتخافوا ها قد جاء كل من ساني وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس لنقترب أكثر اسفق لا أستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية آه إنه فهد في مروحيته آه آه يا 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 لا آه 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 أمسكت بك يا فارس النجدة 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 انظر سيدي حالة طارية صبياني عالقاني على السق يبدو أنهما في ورطة أيمن يجب أن نستخدم السلم جوبيتر اوه إنه ولدي محصن وولدي فارس حسنا سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكوناه سيدتي وسادتي وهو محصن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي أوه ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتساءل لمن هي؟ آه إنها فردة حذائك سيدي حذائي؟ استقدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن؟ ماذا؟ شواء تامر أشعل ناراً في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه أرجو أن تكونوا جميعاً قد اتبعتم لدرسي هذا الصباح حسبني أيمن؟ يبدو أنك ستأكل السجقة في وقت أفكر مما ظننت أمل أن يكون قد تبقى منه شاء سنحتاج إلى خرطومي ماء لإطفاء هذا الحريق؟ حسناً سامي حسناً سامي والآن يا أيمن، افتح الماء سامي انظر، هناك واحدة من قوارين الغاز قد تنفجل في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها، هيا أبطل جميع بعيداً بينما نسيطر على الحريق يا أيمن حاضر سامي، هيا تراجحوا جميعاً من هنا أماني، استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة، بينما أطفل ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي، استمري انتهيت، انطفأ الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء أي سامي؟ آسف يا محسن، فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة، ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي، سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد، حتى إنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة، وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضاً يا تامر، فقد كنت أتباهى قليلاً الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلاً، برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما حسناً أماني، عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة، النجدة، ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن، افعليها لا لا تستطيعين فعلها، أنت خائفة أه، ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن، بل لأنني لا أريد يعني أنني لا أبالي، إن كنت تظنني ضعيفة النجدة، اه، اسمك، هناك من يصرخ النجدة، لقد عليك الصنف قادم من الجرب، هيا بنا النجدة، النجدة انتها أماني حمنا لله أنكم هنا، لقد عليك على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة، ماذا تحملين بيدك؟ عصى استغاثة ماذا؟ يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإدخاء سامي أحسنتي ولكني بحاجة إليها الآن فاتن أيمكنك رميها إلي؟ أنا؟ حسنا رمية رائعة يا فاتن عجباً ما هذا؟ أين ذهبت العصى؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف سأتصل بالإطفاء سامي نور استغاثة انطلق من الجرف؟ رأى فاتن استغاثة يا سامي لا بد أن أحداً ما في ورطة سيقابلك فاتنك بالمروحية الحمد لله جاء فاتن جاء الإبعاء الثاني حادث في الباحر؟ إنه أوه شادي إنها عائلة شادي ثانية لقد جنحوا في قارب شادي انطلقي بسرعة أماني هيا لا أعتقد أنك بخير لتقوم بهذا العمل سأذهب بدلاً عنها السيدي متأسف أيمان أماني هي الخبيرة هنا هيا خذ السيارة واذهبي اسمع سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت حسناً إنه يوم حافل جداً لا جدوى يا شمشوم لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر هيا أماني هيا أماني هيا يمكنك فعل هذا هيا أماني لا جدوى أنا أعرض الجميع للخطر أنا آسفة هيا سيدي لا أقوى على تدفيذ عمليات الإنقاذ يجب أن ترسل سامي حسناً أماني ابقي مكانكي المساعدة قادمة أيمن؟ أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء سأجعل سامي يقابله هناك سأفعل سيدي سامي أجل سيدي أنت سريع أنا مستعد لأداء الواجب ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيتي؟ لا أظن أني مصابة لحمنا لنخرجك من هنا انتبه كنت أذهزهما أتسأل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخاروفين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول شمشوم يريد منا أن نتبعه سأخذ سيارة الإسعاب ربما تأذيها عنا الدزامي تلك شاحنة فتحك أحسنت سرعا يا شمشو لقد فعلتها فاتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فاتحي حسنا تراجعوا جميعا إلى الخلق أماني مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنتضر لخلع الباب لمحررك يا فاتحي أماني أحضري أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حذرتهما بشمشوم صحيح أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فاتحي أعطني يدك شكرا سامي يا للهول ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن؟ أنباء جيدة السيد فاتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صلعا إنه بطل قال سامي شيئا عن خروفين هاربين سيدي الفواق لقد انتهى قال فاتحي يعالج بالقوف هو هاي؟ شكرا لكم أمضيت وقتا في التغطيط له ويشرفني القول أبي أبي تومة الأسميدة لا تقاطعني فاتن يشرفني القول أن كل عمل الجاد هو أبي، أنظر إذا هو تحترق أنا لا أصدق هذا اتصلوا بالإطفاء يسامي الأزمدة تحترق في منزل فتحي؟ ليس هناك أحد إلا أنا وأنت الآخران ذهبا إلى عرض الورود نحن ذاهبان إلى هناك أيضاً هيا تراجعوا جميعاً اتركوا الأمر للمختلفين سامي وأماني في طريقهما إلينا تهبا قليلاً شكراً جزيلاً لكم يا سامي وأماني لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائماً حتى تبرد فتحي؟ نعم صحيح فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف لكن كيف بدأ الحريق واحد؟ عندما أخرج فتح الكوسة خلف فجوة الأسمدة كانت حارة جداً أصلاً وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق أعتذر من الجميع أردت لهذا العرض أن يكون ناجحاً والآن أفسدت كل شيء يا أبي لم تفعل آه ابنتي ومات الأفتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطر غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر أخبرتك يا فاتن أريد اسمي فوق تلك الكأسة ما الأمر؟ آه قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أتنجده 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 آه محسن هل أنت بخير؟ آه قصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً حسناً إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجم أجل يا أمي آه لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلى يجب أن نعود جرياً آه سيستغرق هذا أسبوع كثيراً ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير ليلى في متجر الصغير ستجد الكثير كبير قشاش المفروض أن يصلوا أن نراهم هنا قريباً إنهما قيمن وفتحش يديهما وشرفاً صار وفارس ماذا؟ سامي وليلى إنما كنت أخطي أنفعهم متقاربون جداً سيتهي سبق بالتعادل ما لن لا 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 أصدق سامي وليلى آلة سباك السيخان الثلاث ينروا لقى النجاح ينروا من سباك الجميل أحسنتم أحسنتم اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسناً يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكراً يا سامي هذا ليس عدلاً محسن يغش ومع ذلك يركبوا مروحية رائعة مهلاً اركبي يا فاتن هاي أهو رائع كنت محقاً يا محسن قلت أين يا سامي؟ مرحباً يا فاتن حسناً تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً أعني حريقاً كبيراً جداً حسناً هكذا؟ هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا خرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شئت فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن فهد أطلق الحبل الآن ودعنا أيها الحط الصغير شكراً يا فاهد أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصغير إلى اللقاء شكراً لا مشكلة يا فاتن حسناً يا فاتن لنعود إلى منزلي لنرى من يصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية وكأننا لا نعرف سلفاً ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن وما أدرك بذلك؟ هيا اذهبي أضي إلى منزلك مش مش محاصر في قبو مليء بالماء وفتحي معه هناك أيضا أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذه على الفأول يبدو أن القفلة عطل أماني محقق لا أستطيع تحريكه أيضا لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي اذهبوا وأنقذوا فتحي سلامة الناس أولا هيا تعرقوا بالسرعة إن كنت متأكدا يا سيدي فهيا إذن لنذهب أمن وفقا آمل أن يكون فتحي بخير أحساج إليه لكي يغني معي لا تقلق يا أيمن أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن إنه في الداخل صحيح؟ فتحي أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافا يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المطقة أولا كل شيء في وقته أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش فتحي هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي أمسك ذراعي يا فتحي أحسنت سامي أوه مشمش أنت بأمان بقيت هادئا تماما وفعلت كل شيء على حدة أوه ليتني فعلت ذلك ما كنت تورط في هذه الفوضى لا تقلق على الأقل أنت بأمان نعم شكرا جزيلا لك يا سامي هيا فتحي لنذهب ونغني أغنيتنا مهلا يا أيمن كل شيء في وقته أليس كذلك؟ نعم كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي أيمن سيساعدني لإحضار المدخة وضخ الماء إلى الخارج وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي وفتحي إلى الخلقات أيمن أيمن يا أيفة نحن نتراشق به الماء يبدو هادئا ولكن من السهل الإنجراف عميقا في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفاء يسامي أحسنت يا مش مش وداعا يا شطيرتي فارس ومحسنت إيهاني في البحر بلغنا أن صبييني مفبوداني في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فات في مروحيته حالا يا سيدي دعي الأمر لي ساميم يمكنك القدوم يا مش مش لابد أن سميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القبطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لنعلم أين هو الشاطئ ربما أبحرنا بعيدا عن اليابسة آي آمل أن يكون بخير إن كان في البحر سيجده ما سامي ليس لدينا طعام ولا ماء آه ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس رجاء اهدأ يا محسن لابد أنهم يبحثون عننا لكن المحيط مكان كبير جدا وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة ها هاي هاي هنا هنا نحن هنا نحن هنا هاي هاي أخبار رائعة سامي لقد رأيتهما لا أعرف كيف وصلا إلى هنا سننضم إليك قريبا شكرا يا فاهد انتهى أنا آسف يا سامي نمنا في القارب ها محسن وفاة لم يبقيا هنا لكننا سنبقى لن أتقدم خطوة حسنا لنرتح هنا قليلا ها ظننت أنكم متقدمون علينا وكذلك نحن لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطر غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل أوه آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث آه لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر أخبرتك يا فاتن أريد اسمي فوق تلك الكأسة آه آه ما الأمر؟ آه قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أن نجده أن نجده أن نجده أن نجده أن نجده إنه صوت والدي محسن أن نجده الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجده الكثير في متجر صغير ستجده الكثير في متجر صغير آه محسن هل أنت بخير؟ آه قصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً حسناً إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل أجل يا أمي آه لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلى يجب أن نعود جرياً آه سيستغرق هذا أسبوع كثيراً ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير ليلى في متجر الصغير ستجد الكثير خبية قشاش المفروض أن يسلوا أن نراهم هنا قريباً إنهما المدل وفتح جديدهما وشرفاً صار وفارس ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كلهم يرفعون متقاربون جداً سأنتهي اسمعوا بالتعادل ما لن؟ لا 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 أصدق سامي وليلى ألد سباق السيقان الثلاث يلا الروع أطلق المجاح يلاه من سباق جميل أحسنتما أحسنتما إقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسناً يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكراً يا سيدي مظلة؟ أليس هناك مظلة عندما يهبط؟ لا محسن غانم إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي بسرعة يرفض الجديد لا سبيحة أطلب المساعدة سأتصل بالإطفائي سامي صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي؟ أجيب يا سامي هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي هذا ليس تدريباً لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي من الجيد أننا تدربنا على هذا صحيح؟ نعم، لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سابي؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسن غانم عليه أوه، لا، ما تجري ما حصل؟ رأيت ماذا فعلت؟ يا للعجب، ما هذا؟ أيمن، جاهز خرطيم الماء، أماني، أبعد الجميع حسناً سامي ليتراجع الجميع لطفاً فقد يكون الصاروخ خطيراً آه، هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا، نعم، كانت مجرد حادثة حسناً، لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك هل هو مصنوع من مواد خطيرة؟ لا أذكر أبداً، لم أنجز إلا ما كتب هنا، وأضفت المزيد من كل شيء أم تأكد من أنك لم تضع شيئاً آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط، الكثير منها إنه مجرد صاروخ بسيط، كل ما في الأمر أنه كبير، أعتقد أن كل شيء سيكون بخير أنا آسف، ظننت أنني أستطيع صنع صاروخ رائع كصاروخ فتحي فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها، ليس شيء أن تتعلمه في يوم واحد أعرف يا سامي، وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخ فتحي أيضاً ليس تماماً، عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجه إلى الجرف هم؟ أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي، وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام العفو، لذا كل ما تبقى لي لأقول خمسة، أربعة، ثلاثة، ثلاثة، واحد، وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبر أمي أن تطلب المساعدة أوه، شادي، الحمد لله، أوه، ظلنت أنني لن أرى اليابسة مجدداً انتبه، سوف نصطدم بنا أوه، لا، عجلة القيادة تحطمة، لا أستطيع التحكم، العجلة لن تعمل، شادي ماذا عن دفتك تلك؟ أوه، لا، لا تزال هناك على الشاطئ، كلنا ننجرف في البحر أوه، لا أحتمل هذا مطلقاً هناك حل واحد فقط، سأتصل بالإطفائي زامي مشكلة في البحر؟ آه، رسالة أخرى؟ يا للهول، لماذا كل هذا؟ محسن وليلة وشادي ينجرفون في الخليج، آه، انتظراه، ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي أوه، عجبة، أنت سأل وإن كان سيقلع بطائرته أنا وأماني سنأخذ فينس وننقذ من في البحر، أيمن خذ جوبيتر وذهب إلى منزل فتحي حاضر سامي أستطيع رؤيتهم، هيا بنا أماني، 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 سأتولى أمر الزورق يا أماني وأنا سوف أسحب قارب شادي محسن، ارمي لي حبلاً وسأربط الزورق بقارب شادي حسناً يا سامي، وأنا سأربط قاربك بقاربي سنكون عند الشاطئ قريباً أوه، أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة لا تقلق سيدي، سوف أمزلك بسرعة لا، أنا لا، سوف أثبتها سيدي، هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير، أنا بخير، مجرد روتين يومي، أختبر الطائرة الورقية أه، أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابني أخيك؟ بتأكيد لا، إنها، إنها لي لا شيء يدعو إلا الخجل يا سيدي لا، لا، لقد علقت النجدة، هيا، اسحماني، ساعداني، هيا بالسرعة المشكلة في أذني، إنهما أكبر من أذني أوه، هذا سخيف، نحتاج إلى المساعدة كان يوماً سيئاً من الصبح حتى الغروب قطعت المشت، فقد طلقت، ثم أصبت بالكسور ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء، علق بين قطبان السياد؟ سامي وأماني لم يعودا، وأنا الوحيد هنا، لا أستطيع فعل شيء أو، أو ربما أستطيع، هناك شخص في ورطة، يجب أن أفعل شيئًن نينا نينا، نينا، نينا نينا نينا، هيا، ننظري إنه أيمان أيمان؟ مستعد لأداء الواجب أنا مستعد وقوي لا مشكلة سأخرجكما تامر أحضر لي جهاز الخالع إنه في مؤخرة السيارة على الفور النساء والأطفال أول أدى ولدي الحبيب أنت بأمان أريد منك الآن أن تحررني من أمي أحسنت أيماً ولكن لنبقي الأمر سراً بيننا من فضلك حاضر يا رئيس قسم الإطفاء هل كل شيء بخير؟ نعم كل شيء بخير والفضل لأيمان إنه باطل يا سامي ياله من رجل إطفاء الإطفاء أي أيمن دائماً مستعد وقوي يا سامي حتى بصاق مكسورة من فهد إلى الإطفاء أي سامي هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد حددت موقع الحافلة إنها عند المعبر يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق المكان موخل جداً هناك شكراً يا فهد نحن في طريقنا أمل أن يكون الجميع في الحافلة يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم لا يمكن أن أجول هناك أبداً في النهار فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً من وحية فهد هنا أنا هنا أرجوك لا يعلم بأنني تهد محسن؟ هل تحاول وخافتي؟ وضل سامي سامي تستطيع العودة إلى السامي أنا جاهة هل الجميع بخير؟ أوه سامي الآن فقط أشعر بالإتمانات حسناً سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامر؟ يطلب المساعدة يا لشجاعته ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية قد يكون في أي مكان أيمن أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد أنا سامي السيد تامر في مكان ما سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي أحتاج إلى شخص آخر معي لا تقلق اعتمد عليه حسناً سامي جاهزون لدي كلب كلب كبير أترى مزهر رائع رائع للتزحلق أرايتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعاً سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم سأكون الأولى أريد أن أكون الأول رجاءً اسمح لي أنا أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولاً لو كان هنا حقاً؟ بالتأكيد قائد الروادي الجيد ينطلق أولاً دائماً أنت لست حائفاً أليس كذلك؟ إن كنت حائفاً فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد لا محسن سأفعل ذلك إهدأ يا تامر أنت لا تخاف المرتفعات يمكنك فعل هذا يا فتى يجب أن لا أخذي للأطفال فقط صل سلك الأمان حسناً ها أنا ذا واحد اثنان ثلاثة آه النجدة لقد علقت أنزلوني هذه معلتك وغلقتك أنت يا محسن سأهرأ إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبروا فهد وهو سيتصل بالإطفاء يسامي تمسك يا تامر سأحضر لك المساعدة فهد فهد من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة مرحبا مرحبا الإطفاء يوسامي من هذا؟ أنا محسن غانم محسن غانم؟ ماذا فعلت الآن يا صغير؟ تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا ماذا؟ تامر في ورطة؟ حسنا نحن قادمون لا أستطيع التمسك أكثر لقد اتصلت بالإطفاء يوسامي وهو قادم حسنا يا تامر أفتت يديك وسيكون هبوطك آمنا مدهش كان ذلك مدهشا جدا هل أنت بخير يا تامر؟ أظن ذلك شقلبة ثلاثية رائعة ما أروع فعل ذلك ألم يكن تامر لامعا؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر أردت فقط أن أكون قائد هذه الرحلة امتهت المشاكل أخيرا سأعود إلى العمل نعم وحان الوقت لأقوم بأعمالي البسيطة النجدة لقد علقت محسن شخص آخر في ورطة النجدة أمي لا أستطيع تحرك قدمي أبدا أوه عجبا ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف يحتاج إلى دقائق ليجف لا تقرق يا محسن سوف أخرجك محسن غانم متى ستصبح مهذبا؟ آسف أمي أوه لا أطلب إلا السكينة والهدوء هذا صوت إنذار حريق وذاك دخان ناجم عن حريق آه مجشري سأتصل بفرقة الإطفاء توقفي ليلى يجب أن لا تدخلي مبنى يحترق أبدا سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك هذا سيستغرق وقتا سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة سامي مرحبا أيها الإطفاء سامي كنت فقط آسف يا فارس حالة طارئة سأعيد هناك رائع أنا لا أفهم ظلنت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم هذه ليست طريقة لايقة يوضي بها رجل الإطفاء عطلتها لا وقت للشرح يا سيدي هناك حريق في متجر ليلى حريق وأخيرا بدأ العمل انتظروا مهلا لم يقرع الجرس آه سأجرب ركوب نوع التسلج حمد لله أنك عدت سامي مذهل انظروا إلى كل ذلك الدخان رائحة طلع تلك رائحة المروج أيمن تقطع الكهرباء عن المتجر حسنا سامي من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق أخبتني هلا اشتركوا في القناة